بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأفضلان على خير خلق الله يجمعين وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين والمشاهدات قناة المرابطون في برنامجكم كلمة التقوى كلمة اليوم إن شاء الله تكون في حق من الحقوق في كثير من المسلمين لا يطرح له بالك بال حتى وهو حق مهم ولا بد أن يعلم ويعلم أنه في شرع الله سبحانه وتعالى ما هو هذا الحق هو حق المواطنة حق المواطنة قال لاش النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة المنورة وبدأ في تأسيس الدولة كان فيه مجموعة من الناس موجود المهاجرين موجودين الأنصار موجودين أهل المدينة اللي ساكنين فيها من اليهود وغيرهم فلذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم حلف ووثيق أكتبها تحدد حقوق كل إنسان الأصل في الإسلام لا يكرهها في الدين اليهود خلاهم على ديهم ولكن هناك حقوق يشترك فيها الجميع شنو هذه الحقوق التي يشترك فيها الجميع هذه حقوق المواطنة شنه معناها حقوق المواطنة؟ معناته أي مواطن منه الموريتاني ساكن في موريتاني عنده الحقوق المدنية له الموريتاني فهذا مواطن له حقوق وعليه واجبات حقوق شنه؟ حقوق أن يدرس حقوق أن يداوى حقوق أن توفر له بغروف العيش الكريمة هذا حقوق له وعليه واجبات واجبات شنه؟ واجباته أن يحافظ على السلم واجباته أن يحافظ على الوطن واجباته أن لا يسعى إلى وجه من أوجه التخريب يدفع إلى ضرر لأي مواطن أيا كان ولنقول المواطن معناتنا نقصد الذي يسكن في هذه المنطقة التي أنتم متوافقت عليها اللي فينكم حلف والمؤمنون دائما على شروطهم قائدة كبيرة من قوائد حقوق المواطنة أن الإسلام جعل سقفهم قالوا لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار لا يجوز لي بأي حق من الحقوق أبدا أني أضار غيري أني أجلب الضرر لغيري سواء كان الضرر قليل بمعنى ضرر لا يصيب به شخص واحد وسواء عاد ضرر كبير بحيث أني لا ينصيب به أمة كاملة والله مجتمع كامل ومن هنا ينبغي للمسلم أن يتوخى الحذر في هذه الحقوق يطالب بحقوق نعم ولكن يعلم أن عليه واجبات لا بد أن يؤديها هذه الواجبات اللي لا بد أن يؤديها البعد الشرعي فيها قائم لماذا؟ لأنه هو المؤمن على شروطهم هو الذي رضي بأن يكون في هذا المكان هو الذي رضي أن يكون تحت هذا التسيير اللي ذا هو ولذلك لا بد يمشي بما يضمن السلامة للوطن جميعا ويظلم السلامة للمجتمع جميعا ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم الدماء حرم دم المسلم وغير المسلم ودم المعاهد حرم الدماء لماذا يحرم الدماء؟ لماذا يحرم الله سبحانه والدماء؟ حتى نصن لك أنت دمك لماذا نحرم السرقة؟ لأننا حتى نصن لك أنت مالك فلذلك التشريع الذي جاء به الله سبحانه وتعالى هو حفاظ على الجميع فلما نقول حقوق المواطنة فكما أننا نطلب منك أن تكون مستقيما كذلك نطلب من جميع اللي ساكنين في هذه الأرض أن يكونوا مستقيمين على كلمة سواء لا تجلبوا الضرر والأمة والعالم لا يقوم على الهمج ولا يقوم على عدم الضبط هذا إذا وقع تصادمت الناس وتصادمت الأمور كاملة فلذلك الضبط لذلك عمر بالخطاب خطط المدينة المنورة عدلوا الطرق فحق الطريق ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما شبار وحدين من الصحابة قاعدين قالوا أنتم ما قاعدين هم ناش قالوا أننا قاعدين نرد ونشرب وتائنا قالهم إلا عدتوا لاب داركم تعدوا فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام وكف الأذاء فلذلك اللي الشارع التي تساكن فيه له حقوق ما تقاعد فيه وعليك واجبات فلذلك هذا يتسع كلما زادت دائرة اتساع هناك حق عليك في بيتك هناك حق عليك في شارعك هناك حقوق لك في بيتك وشارعك وكذلك حقوق في الأمة ولذلك محبة الأوطان وأداء حقوقها مطلب هذا إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق ألو من الثمرات نعم يدعو لوطنه وهذا رسول الله عليه السلام لما جاء إلى المدينة المنورة دعا للمدينة المنورة ضعف ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة المكرمة فلذلك كانوا يحبون أوطانهم ويؤدون حقوقهم ويشتقون إليهم فلذلك نحن مطالبون بهذه المسألة مطالبا أن نعلم أن هلالك حقوق علينا في المواطنة لا بد أن نتعرف عليها لا عذر لجهل أحد أبداً بحقوقه ولا بجهل القانون لا بد أن نتعرف على هذه الحقوق ونؤديها ولا بد أن نسعه إليها سعياً حذيذاً فلذلك إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات نحن في أمة تنظم كل شيء وتعطي لكل ذي حق حق ولا ترضى الضرر ولا ترضى الضرار فلذلك إذا استقام الإنسان على هذه الحقوق فأدى الحقوق اللي عليه وطالب بواجباته ووصلت إليه عشنا في أمان وسلام وسكينة يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة أي لا ينفرد أحد عنكم عن منظومة الأمة كاملة ويخرج خارج عنها فالذي يخرج عن الأمة في منظومها يعتبر من الخوالج الذين حكمهم سابق في الإسلام وقتالهم تعرفون أنه يصل إلى درجة من الدرجات أن يقاتلوا وأن تسفك دماؤهم لماذا؟ لأنهم يريدون إفساد على الأمة جميعاً أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني ويجعلكم من الصالحين والصادقين إنه على كل شيء قدير وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سئ نسأله وهو القادر لمن أراد ببلادنا وبلاد المسلمين شر أن يكفينا شره ومن أراد بالمسلمين وبلادنا خير أن يوفر له الخير وأن يجعله من عباده المخلصين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين نتظرنا في حلقتكم القادمة من برنامجكم كلمة التقوى